السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله هيا على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وأدخلنا معه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وارضى اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين وعن من صار على هدهم واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر والمصير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزاء نجوده في قولك أمن فإن الخير عندك أجمع اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم اخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر الإخوة الكرام يقول ربنا في محكم تنزيله إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لم يذكر الله عز وجل ما هو الذي أنزل لكنه لما كان معلوماً بطبيعة الحال في عقول القارئين والمستمعين لم يذكر إنه القرآن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَظِيمَةُ ذَاتُ شَرَفٍ وَمَكَانَا هذه الآية إما أن يراد بها أنه قد ابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة أي ليلة القدر وإما أن يكون المعنى أن القرآن كله نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العز جملة واحدة في ليلة القدر وليلة القدر كما هو ظاهر آيات القرآن ودلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها في رمضان ذلك لأن الله قال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعلم أن نزول القرآن في رمضان ثم حُدِّد من هذا الشهر ليلة وهي ليلة القدر وكل النصوص التي واردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم تشير أنها في العشر الأواخر من رمضان وإذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى الأقوال التي أبعدت النجعة وذهبت إلى أن ليلة القدر في شعبان أو في شوال أو في غيرها من غير شهر رمضان بل النصوص واضحة على أنها في رمضان كما هو دلالة القرآن وأنها في العشر الأواخر من رمضان كما هي دلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أسلوب تعرفه العرب من كلامها سلوب تعظيم وتضخيم لهذا الشيء كأنه يقول لا أحد يعرف عظمة هذا الشيء إذا قلت وما أدراك إنه تعظيم يورث السامع عظمة هذا الشيء والمتحدث هنا الله الله يقول وما أدراك أي ما أدراك ما عظمتها ما أدراك ما منزلتها الكبيرة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إما أن يراد أنها خير من ألف شهر بالتحديد وإما أن يراد أنه ليس المقصود العدد وإنما هي أعظم من ألف وأكثر وعلى القول بأنه مراد العدد فمعناها أنها خير من ثلاث وثمانين سنة يتعبد فيها الإنسان في ليلة واحدة يدرك الإنسان مثل هذه الأجور بإحياء ليلة من غروب الشمس إلى ظهور الفجر الصادق تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة هنا أتى دون تحديد فيظهر أن الحصر لعدد الملائكة الذين ينزلون على الأرض لا يحصيه إلا الله في بعض الروايات أنه لا تبقى بقعة من الأرض إلا وعليها ملك يتقدمهم الروح جبريل عليه السلام الذي هو أعظم الملائكة على الإطلاق يقول علماؤنا رؤوس الملائكة ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعظمهم وأفضلهم وأجلهم جبريل عليه السلام لأنه هو الذي كلف بنزول الشرائع والأديان والوحي إلى الأنبياء والرسل فكان أعظمه هذا الملك العظيم الذي أظهر خلقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صحت بذلك الأخبار فكشف عن جسده وعن هيئة خلق خلقته للنبي صلى الله عليه وسلم فسد الأفق له ستمائة جناح له ستمائة جناح لو قال بجناح منها على أهل الأرض هكذا لخسف بهم هذا الملك العظيم الطاهر المطهر يتقدم نزول الملائكة في ليلة القدر والملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا قال بإذن ربهم نزولهم نزول رحمة نزولهم على ما يريد الله بأهل الله والأرض من الخير والبر والإحسان من كل أمر من الخير والرحمة والمغفرة والعفو ولذلك تصبح الأرض سلام سالمة من الشرور كلها لنزول الملائكة الذين نزلوا بالرحمة سلام هي حتى مطلع الفجر بمجرد ظهور الفجر الصادق أسدل الستار على ليلة القدر ليلة واحدة يتكلم الله عنها في سورة سماها باسمها سورة القدر ألا تستحق من المسلم أن يعتني بها عناية فائقة ألا يستحق تستحق هذه الليلة التي عظمها ربها أن يشتهد الإنسان في إدراكها يقول ابن القيم لو كنت أعلم ليلة القدر فأظل ساجدا طوال العام من أجلها لفعلت لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يشتهد في العشر الأواخر رغبة في إدراك هذه الليلة وقد أنبئ بها وخرج ليخبر الناس بها لولا أن تلاحم إثناني فشغل بهما فرفعت عنه وأخفيت عن هذه الأمة ولعل الله أراد ذلك من أجل أن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا في إدراكها وليطمئن كل من أحيى هذه الليالي العشر من أحيى هذه العشر كلها فليطمئن أنه أدرك ليلة القدر لا محالة وعلماؤنا يقولون لا يسترط في إدراك فضلها أن يعلم الإنسان أي ليلة هي أنت بمجرد أن تحيي الليل هذه الليالي بمجرد أن تحييها فقد أدركتها وقد أدركت الخير كله بإدراكها وإذلك من أعظم الغبن والخسارة الفادحة على المسلم أن تضيع عنه هذه الليالي ألا يعمرها بما يحب الله أعظم عبادة يحبها الله في هذه الليالي هي القيام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله إذا أردت أن تعرف إذا اضطربت عندك المسائل تريد أن تعرف أي العمل أفضل انظر على ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرك أين يكون الفضل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة كل الليل لا ينام يحييه ما بين صلاة وذكر وقراءة قرآن ودعاء المهم أنه يعمرها وأفضل ما يُعْتُ عمر به الصلاة لأنها من أحب الأعمال إلى الله وإذلك لا ينبغي للمسلم أن يفرط في صلاة القيام في هذه الليالي وإن استطاع أن يعتكف فهنيئا لمن وفقه الله ليعتكف هذه العشر لأن الذي يعتكف يدرك من الفضائل الشيء الكثير أولا أنه لا تفوته صلاة ثانيا عداد الحسنات يطوي طالما الإنسان في المسجد جالس فهناك ملك عن يمينه يقول اللهم اغفر له وهناك ملك على يساله يقول اللهم ارحم ما لم يحدث أن ينتقد وضوءه أو يخرج من المسجد فضلا على أنه يسمع القرآن ويسمع الذكر ويسمع العلم ويحرص ويستشعر أنه في بيت الله فيكثر من الدعاء والاستغفار ويدرك الليالي هذه كلها لذلك كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم فيعتكف العشر الأواخر كلها ولم يدع الاعتكاف إلا في سنة الفتح فقضاهن من شوال حينما فاتته عند ذهابه إلى مكة أفضل نصيحة ممكن أن تستيها لأحد في مثل هذه الأيام أن تقول له أدرك هذه الليالي لا تفوتك اعمل بقدر ما تستطيع أن تعمر هذه الليالي بما يحب الله من الأقوال والأعمال والأحوال أن الإنسان لا يضمن هل يمكن مرة أخرى أن يدركها الآن اختارك الله أن تكون ممن أدرك هذه الليالي أراد الله بي وبك خيرا يوم أن بلغنا هذه الليالي فما نحن صانعون لماذا لا نظهر التسابق والتنافس في إدراك كل لحظة منها الساعة منها تبلغ ثمانية أيام في غيرها يا أخواني لا ينبغي أن يذهب بنا الحديث بعيدا عن ضرورة أن الإنسان يشتهد لأجي أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة وبما يحب مثل هذه الليالي العظيمة إدراكا لليلة إن أدركها فقد أدرك الخير كله وإدراكا للعجور العظيم التي ينالها الإنسان بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله كله ويوقظ أهله فلا يدع أحدا قادرا على الصلاة من أهله إلا أيقظه وقد قال من يوقظ أصحاب الحجرات يعني نساه فرب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة وقد مر يوما على ابنته فاطمة الطاهر المطهر وعلي بن أبي طالب في بيتهما ووجدهما مست القيام قال ألا تقومان وكان يقرأ وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى من كمال الديانة أنك لا تكتفي بحضور هذه الليالي بل تأمر أهلك أن يغتنموها وأن يبادروا في إحيائها يكفي المرأة أن تضيع جزءا كبيرا من حياتها في بقية العام في ذهاب وإياب وفي قضايا لا ترد عليها بالفائدة ولا بالأجر إذا لم تستثمر هذه الليالي تعوذ ما فاتها فمتى فمتى تعوذها إذن فيأتي أمرك لها وترغيبك لها هذا الكلام تقوله لزوجتك لبناتك لأهل بيتك من أجل أن تعينهم على إحياء هذه الليالي كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتهد فيها ما لا يشتهد في غيرها كان يبذل قصار جهده أن يضاعف الجهد في هذه الليالي وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عبد ضمن الله له الجنة وأخبره بأنه في أعلى منزلة فيها ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل صلاة يحبها الله يحب أن يرى عباده فيها ليس في رمضان فحسب بل في سائر العام لكن رمضان دورة دورة إيمانية تعودك على هذه العبادة وتنشط فيك الهمة والعزيمة من أجل أن تكون أكثر الناس حرصا على هذه العبادة يقول الله عن أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا استحقوا الجنة بهذه الحال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغثرون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كان مما يعتني به صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليالي الدعاء سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي الدعاء أسمع قال في جوف الليل ودبر الصلاة المفروضة جوف الليل هو الليالي التي تقومها لذلك يجب على الإنسان أن يغتنم هذه الليالي بكثرة الدعاء وأعلم أن الله لا يستكثر عليه شيء فهو لا يعجزه شيء إدعوا بما شئت إلا أنك لا تعتدي في دعائك بمعنى لا تطلب شيء ليس لك كان يقول إنسان اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء لا تطلب شيء ليس لك ما عدا ذلك لأن الله قال ادعوه خوفا وطمعا وقال ولا تعتدوا الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس لك أو أن تسلك طريقا في الدعاء غير مشروع ما عدا فالباب السماء مفتوح للمؤمنين الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل دونكم فضل الله ادعو بما شئت وخاصة في السجود ادعو لنفسك ادعو لوالديك ادعو لأهلك ادعو لهذه الأمة المنكوبة في وقت نحن هيأ الله لنا الأجواء أن نعبده بأمن وأمان لنا اخوة يصبحون ويمسون على براميل تقتلهم وتقتل أبنائهم تسلط عليهم طواغيت سأسأل الله أن ينتقم منهم اتذكر اخوة لك يعيشون في قلق في خوف يبيت أحدهم ولا يدري هل يصبح أو يكون من الأموات ألا يستحق هؤلاء عليك أن تدعو لهم بالفرج بالنصر بأن ينتقم الله ممن ظلمهم وممن اعتدى عليهم ادعو لهذه الأمة أن الله يوقضها ويحييها وإذا وجد الإخلاص في دعائك كان هذا أقرب لسماع الله له واستجابته تبارك وتعالى له إن استطعت أن تبكي وأنت تدعو فافعل فإن لم تبكي فتباكى الله يحب من عبده الافتقار أثناء الدعاء لا يسمع الله دعاء من قلب متكبر الدعاء هو خضوع أنت تسأل أنت تذل بين يدي الله لذلك يجب أن يكون الدعاء وقلبك وجسدك كله مستحضر هذا الافتقار فعلى هذا الافتقار خيرة الناس وصفة الله من خلقه يقول موسى نبي من أنبياء الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رسول الله سيد ولدي آدم يقول إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك انظر 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 إلى هذا الدل انظر إلى هذا الافتقار إلى الله عز وجل بالافتقار يصل الإنسان إلى ما عند الله عز وجل وهذه ليست دعوة ندعيها أو تمثيل نمثله لا هذه حقيقة نحن فقراء إلى الله الله يقول في القرآن يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذه حقيقة شوف الواحد مننا الآن في قمة شبابه الآن وقوة عقله وإدراكه بس ألم يسير يأتيه في أذنه ولا في بطنه ولا في رأسه يصبح إنسان آخر لا شيء لا شيء الله الآن أنا عمليك بالصحة والقوة شوف أدنى خلل للآن وأنت في كامل قواك أدنى ألم يأتيك في رأسك ولا في أذنك ولا في فمك ولا في بطنك وانظر حالك لتعرف افتقارك وأنك لست بشيء والله لسنا بشيء ولا عندنا شيء ولا منا شيء فقراء إلى الله لذلك لابد من إظهار هذا الافتقار إذا أردت أن تفتح لك أبواب السماء وأن يسمع دعاوك يجب أن تعلم أنك فقير إلى الله أظهر ذلك في دعائك قل يا رب أنا فقير يا ربي أنا مذنب أنا عاصي ليس لي غيرك يا رب أدعوه يا رب إذا لم تستجب لي من يستديب افتقر إلى الله فبالافتقار إليك فقري أرفعه ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنعه حاسى لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسعه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا لإحياء هذه الليالي المباركة اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا اللهم لا تجعل هذا الشهر يخرج إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وكتبتنا في أهل الجنة وأعتقت رقابنا من النار إنك جواد كريم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وري الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد شهر رمضان شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق عسى وقفة للوداع من نار الشوق ما أحرق يا رمضان إنا نحبك ونحب بقاءك ولكن نعلم أن الله قضى أن لا يبقى شيء على هذه الدنيا لا يدوم إلا الله كل شيء قابل للزوال قابل للموت قابل للتحول ومنها أوقات الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة فرمضان الآن بدأ يلفظ آخر أنفاسها والسعيد والموفق من اجتهد واغتنم حتى يبشر يوم العيد بالأجر والعتق والسواب لا ينفع الإنسان أن يقول يا ليتني آهن على ما مضى دونك الآن اغتنم قبل أن تتحسر على فوات الوقت واعلم أن ربك كريم رحيم عفو لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أنها إن علمت ليلة القدر أن تدعو فتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فلذلك ينبغ الإنسان أن يغرث من هذه الفضائل التي ينزلها الله على عباده في أواخر هذا الشهر العظيم المبارك ثم أعلم مبارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على المسلمين في آخر الشهر أن يخرجوا زكاة تسمى زكاة الفطر وهي فرض على الصغير والكبير على الذكر والأنثى على الحر والعبد على المسافر والمقيم على كل مسلم فرضها صاعا من ثمر أو بر أو من قوت البلد يختم بها رمضان سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها كفارة من اللغو والنقص الذي يعتل المسلم في صيامه في هذا الشهر وعلّل حكمتها أن يغنى الفقراء عن السؤال يوم العيد فيستشعون حلاوة العيد على الأقل فإذا أغنيناهم بهذه الزكاة وأعطيناهم لأجي أن يفرحوا بهذا العيد شعروا بالمواساة وشعروا بالتكافل هكذا يربي الإسلام أتباعه ألا ينام سبعان وجاره جائع يحب الإسلام من أتباعه أن يستشعروا إخوانهم ليعيشوا معهم فرحهم حتى يأنسوا بفضل الله قال أغنوهم عن السؤال هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان القول الراجح أن الأصل أنها تخرج قبل العيد لأن من مقاصدها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد فيلبسوا الجديد ويعيشوا فرحة تلك الطاعة المباركة تخرج في الأصل في البلد الذي يصوم فيه فهو طهر عن الجسد ولذلك قال العلماء طالما هي طهر عن الجسد فينظر أين كان الجسد فتظهر فتظهر في نفس مكانه إلا أنهم أجازوا إلى وجد من هو أفقر وأحوج فلا بأس بإخراجها إلى خارج البلاد لمن هو أحوج ما أحوج إخواننا الذين يعيشون اليوم في الخوف والفقر وأصبحوا اليوم لاجئين بعد أن كانوا أغنياء سعداء مطمئنين أصبحوا اليوم لاجئين وأحوجهم إلى من يساوي مصابهم ويخفف لوعتهم ويكفكم دفوعهم ويشعرهم بأن لهم إخوة يفكرون فيهم ويستشعرون مصابهم ولا بأس أن تخرج إلى من هو بحاجة إليها لأجل أن يستشعر العيد وحلاوة العيد أفضل أوقاتها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بالناس وأراد الخروج إلى صلاة العيد أخرج زكاة الفتر قال علماؤنا هذا أفضل وقت في إخراجها إلا أنه يجوز قبلها وذلك أفتوا بجواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومي لتعذر أحيانا الوصول إلى الفقير أو لكثرة ما يكون من إخراج الزكاة وبالمناسبة العلماء يقولون لو قدر أن الغني أعطى الفقير زكاة الفطر فأراد الفقير أن يخرج هذه عن نفسه جاز له ذلك جاز له ذلك لأنها عبادة عظيمة فريضة فريضة هي فريضة مثل الصلاة تؤدى وجوبا قبل صلاة العيد ومن نسيها أو غفل عنها واجب أن يخرجها بعد صلاة العيد وتعتبر صدقا من الصدقات ويذهب عليه فضلها وأجرها وفي كل عام نذكر المسلمين بهذه الفريضة ومع ذلك تأتينا من الأسئلة الكثير يقول نسيتها نسيتها لكنه لم ينسى يأكل ولم ينسى ينام ولم ينسى يذهب إلى فلان وعلان هذه فريضة انتبه يجب أن تدرك أنك مطالب بها شرعا كما تطالب بالصلاة وبقية الفرائض فاعتني بها وهي طهرة من اللغو هي تذكية لك مما قد صدر مني ومنك من النقص أو التفريض يريد الله أن يتمم لنا هذه العبادة فترفع له كاملة تامة فتأتي مثل هذه التشريعات التي تتمم النقص الوارد في عبادة الإنسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة النوافل لنتمم بها الفرائض في الحديث حينما تعرض الفرائض على الله فيرى في فريضة الإنسان سواء كانت صلاة أو صيام أو حج أو زكاة إذا رأى فيها نقص قال الله لملائكته هل لعبدي من تطوع هل له نوافل أداها فإن قالوا نعم قال أتم به فريضته وإن لم يكن بقيت الفريضة ناقصة لذلك نحن نحتاج لهذه النوافل لا تفرط في نوافل الصلوات ولا تفرط في نوافل الصيام ولا تفرط في نوافل الزكوات والصدقات ولا تفرط في نافلة الحج أو العمرة أنا وأنت بحاجة أن نتمم عباداتنا فهذه الزكاة يجب أن يذكر بها الناس حتى لا ينسوها ورحم الله عبدا أعانى الناس على أدائها وذكرهم بها ودفعهم إليها إحياءا لهذا الأمر الواجب وتحقيقا للأمر النبوي الكريم أيها الفضلاء إن من أسعد الناس في هذا الشهر من وفقه الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه واحتسب في ذلك إيمانا واحتسابا إن من أعظم الناس سعادة فينا في هذا العام هو من وفقه الله لإعمال أيام رمضان ولياليه بالطاعة وبالخير والذكر فمن فاته شيء كثير من ذلك نقول ما بقي أفضل ما بقي أفضل فتدارك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت رؤى الصحابة في شأن ليلة القدر قال أرى أن رؤاكم تواطأت إلتمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى فما بقي من رمضان أفضل مما مضى ولا ينبغي أن تبدو الجهد كله في أنك تعرف ليلة القدر وما الذي ظهر فهناك أناس عندهم استغراق في تحديد هذه الليلة بأي طريقة بدل هذا الجهد اشتغل بالطاعة في هذه الليالي اعمرها بالخير ودع عنك لن تستطيع أن تجزم بشيء لأن الأمر تفرد الله بعلمه هي كلها مجرد علامات قد نصيب وقد نقطع العلامات المذكورة في النصوص قد تصدق على بلد دون بلد قد تصدق على أحوال دون أحوال الشمس قد ترى في مكان كما جاء في الحديث بلا شعاع وفي مكان آخر ترى بأشعة لا تعتني بهذا لم يكن السلف يعتنون إلا بتحديدها بقدر ما كانوا يعتنون بإحياء هذه الليالي والإنشغال بها اللهم إننا سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان انصرهم على أرض الشام وانصرهم على أرض العراق وانصرهم على أرض اليمن وانصرهم في فلسطين وانصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك في ولي أمر هذه البلاد اللهم اعطه الصحة والعافية وانفع بعطائه وجوده الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك العف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين ومن عتقائك من النار اللهم وفقنا لاغتنام ما بقي من رمضان اللهم اجبر حزن قلوبنا على فراق شهرنا اللهم اجبر حزن قلوبنا على فراق شهرنا اللهم اعد علينا رمضان سنوات عديدة وازمنة مديدة ونحن بصحة وعافية وامتنا ترفل بثوب العز والتمكين اللهم إنا نسألك القبول اللهم اقبل منا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطردين اللهم اجعلنا في عداد أهل الجنة واعتق قابنا ورقاء أبائنا وعمهاتنا من النار اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر اللهم للأحياء ويسلهم أمرهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وقوموا إلى صلاتكم أذابكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تقاربوا تراصوا أقيموا الصفوف وسدوا الفرج سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورى الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الدكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله شمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورد الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله كمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة